مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة الليلة من برنامج في الصميم نواصل إذن هذه الحلقة التي نستضيف فيها النائب الحسين والإحمد الهادي نائب لدينا الحكاكة محاور نريد أن نتحدث عنها وليس فقط محور الانتخابات لنريد أن نختم الحديث عن هذا المحور بسؤال هل أنتم الآن مرتاحون للذهاب إلى انتخابات يقاطعها المنتدى بكل قوى المعارض التقليدية الموجودة فيه ويقاطعها حزب التحالف الشعبي التقدمي وهو حجر قطب الزاوية في الحلف المعارض الذي حاورتم هل أنتم مرتاحون فعلا للانتخابات بهذا المستوى؟ نحن نأسف لغياب أي طرف أي كان عن الاستحقاقات الرئاسية أو أي استحقاقات ثانية يقير بنفس الوقت لا يقول على أننا مكرهون أخاك لا بطل نحن لا نتحكم في الآجال الدستورية ما الذي يمنعكم هذه البطولة؟ أنتم ما شاء الله لا البطولة هذا أجال الدستورية عاونونا عاونونا الخلطة الخلطة ما عاونونا الخلطة ما عاونونا ما عاونونا في عدل معهم حوار جاد وراسين ومسؤول ويجد يفضل نتيجة ما عاونونا فيها الإخوة بدلا أن نجوا بمنطق الحوار شاءوا بمنطق المكيدة السياسية وهذا غير مقبول نحن مسؤولين عن الأجال الدستورية ونحن وحدناهم المسؤولين نحن إلى قفزنا فوق الأجال الدستورية المسؤولية نحن هم نتحملوها الإخوة لا وكاد تشحمل حملها ما يعنيهم ما يتحملوا فيها أي مسؤولية وهذا غير مقبول هل أجل الواحد وعشرين يونيوم الذي تم تعديده أجل نهائي؟ نهائي لسبب بسيط الدستور يقول قبل انتهاء مأمورية الرئيس بثلاثين يوم على الأقل وخمسة واربعين وخمسة واربعين وخمسة واربعين يوم الدستور إحنا إلينا إلينا عدنا فضعية غير دستورية قلناها ولاش عدناها إخلنا حضارك فضعية غير دستورية الخلطة ما بين يقتنعوا ويفهلوا نحن عدنا فضعية دستورية 2009 2008 كنا في وضعية دستورية طبعا وجاءت وضعية غير دستورية ورجعنا عاقب الوضعية دستورية هكذا الدول وضعيات غير دستورية تتعوي إلى وضعيات دستورية عادي مسألة عادية يعني كيف؟ عادي عادي بمراحل أي دولة خاصة من الدول العالم الثالث والمنظومة اللي نعيش فيها وإن هي دولة من الدول لكيفتنا ما قد خاضت بمراحل غير دستورية موجوه لا بد لأن القلابات ضرورية من حين لا 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 أنا أتكلم عن التاريخ لا أنا أتكلم عن التاريخ قلت لك تاريخ المنطقة وتاريخ الدول كاملة لأنها مرت بأوضاع غير دستورية يتم تحويلها إلى وضع دستوري بل أن يحول إلى وضع دستوري ما يلتك التم واحد فيها لا لأننا جاي من وضع غير دستوري أو حال في أننا عدنا وضع دستوري حاول أنك تقويه حاول أنك دير ديقارد فوق إياك ماتلة ماتلة البلد يرجع الوضعية غير دستورية دول يتحاول لا تم واحد لي إلا نحن جاي من وضعية غير دستورية والتم واحد في الماضي رغم يأتي أن يقوم بوضعية غير دستورية وفي وقت لاحق يبحث لها عن طريقة شرعة بها سنصل الآن إلى محور متعلق بالحراك الحقوقي والمجتمعي لوحظ أن هناك ارتباك وحقيقة يمكن نقول أيضا مزاجية في التعاطي مع بعض هذه الحركات هناك البعض منها يتم الترحيب به ويستقبله الرئيس ويخطب في المتظاهرين البعض يقمع بشدة البعض يمنع حتى من دخول العاصمة ما هو المنطق الذي يحكمكم في السلطة الحالية؟ شكرا هذه فرصة جيدة نتكلم في ذلك الموضوع ونختاركم تخلوني نوضح فيه الرؤية الحق المطلق لا لا طبعا طبعا ندور نوضح فيه كمقدم الحق المطلق وظلمه مطلق تماما كالحرية المطلقة مفسدة مطلقة ما على الأسف إحنا في موريتان ومع مجهد النظام نعطاه جرعة زائدة من الحريات يا قير الناس اللي استخدمت الحريات الحرية في موريتاني كانت موجودة في زمن الرئيس لا 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 ما خالق حرية ما خالق أعلى درجة قط لحقتها الحريات في موريتان هو ما هو موجود الآن ولذلك الكثير من المواطنين وكثير حتى من السياسيين عادوا يطالبوا بنوع من المحافظة على هذه الحرية إياك ما تمشي شهر بلد أخرى اللي يعين عليه على أن الحريات مصانة المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والوقاذات ما يجد تحد أبداً أياً كانت يشكك في النهاية الدستورية يكفلها الدستور وتكفلها القوانين النافذة ولا يجد تحد يشكك أن في أي نظام ديمقراطي ومن أجل النظام الديمقراطي على أن هذه المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات إلى آخر ذلك على أنها تدفع بالتنمية وتدفع بالنظام الديمقراطي لأنها تخلق حراكش سياسي وشارم نجتمعي مؤدي إلى هذا لا نحكي في فلسفة القوانين لا لا نتكلم عن أننا ذهبوا من الأب نحكي في وقائك هناك واطنون نظموا مسيرة من مدينة واذيب ومثلاً وتم استقبالهم هنا من طرف الرئيس وحانه من مواطنون قاموا بمظاهرات من العاصمة واستقبلهم الرئيس هناك واطنون قاموا بمسيرة من نبق نبق تم قمعهم وهناك مواطنون مظاهرات أيضا في الأكشفة ما هو لا ينجيك فيها لا ينقبضي لأمثلة المحددة اللي قلت الناس اللي مشاوا من واذيبو مشات مسيرة راجلة من واذيبو وشاتهم وقيمت وعدة قصر الرئاسة واستقبلها رئيس رجل منه رجال وعطاه مطالبه الإخوة من بق جاء من مشيتهم من بق وسائل الإعلامة تابعهم السياسيين اللي يستخدموا اللي يستخدموا ذا النوع من الأحداث القلت قبيل يتابعوهم الرئيس كان استخدم هذا النوع من الأحداث الرئيس كان ذهب إلى كهيد انت قلت لسؤال محدد وصلى صلاة هناك انت قلت لحدد محدد ما وراجع عنها ما وراجع عنها ذاك الملف في الإرض الإنساني لماذا يجوز أن يستخدمه الرئيس ولا يجوز أن يستخدمه المعظم تسورتنا عن مسألة محددة ونقد نخلطه مثلتين بالنسبة لما حدث في كهيد وهو معالج الإرض الإنساني وما زلنا إلى ذرك نعدله إذا كان رجع عن الزمن اللور لا ينعدل نفس الشيء لأنه مؤمنين تمانوا بتسوية هذا الملف ما حدث في المسيرة من بقه قيمة جاية ما تعرض لها رقاش بالعكس كانت سلطات كاملة الإدارية سلطات الإدارية كانت تمنعهم في بقه سلطات الإدارية كانت تمنعهم في لا وما واخذوا له قدره كامل ما منعهم رقاش بالعكس سلطات الإدارية كانت تسيرهم لين وصلوهون كان هناك جماعات سياسية متطرفة استقبلتهم عند كرافور مدريد تقريبا بحدود ألف شخص الآن أنه واحد يسلك طريق الأمل دون أن توقف سلطات الإدارية أنا قلت لك مسيرة هذا المواطنين أن تسافر على طريق الأمل ولا تعرقلوا كالسلطات أصبح يعتبر مكسر الآن هذا أنا قلت لأن هذه المسيرة يلو كنا ما نمؤمنين يلو كنا ما نمؤمنين بأهمية هذا النوع وعلى أن نستقبلوهم وعلى أن المهم عاد أن كل مواطن يرفع صوته ويقول آلامه ويقول ذلي الدور يلو كان ذا ما هو قناعتنا يقول لنا نقمعهم نقمعهم قاعوا بقه يقول لنا ما نقامعينهم اللي يخلق على أنه هنا عند كرافور مدريد وهذا نبقي نعلوم آلاف آلاف من الناس تلاحقة فم ومن الناس اللي فكرها غير سوي واللي رأيها خلقت اليوم سفارتنا في باريس سفارتنا في باريس عندكم مصلحة تحدد يعني الفكر السوي وغير السوي نعم لأن التصرف التصرف ما هي مصلحة التصرف عندما يتيم من طريق أشياء تليزر ستطعتوا تعرفوا أنه في آلاف من الناس الموجودة الإنسان غير سوي فكرها أيضا غير سوي لا فكر غير سوي يظهر من خلال التصرف هو الفكر عندما تنتهك عندما تدمر أملاك المواطنين وتدك دقوتات الناس ويدك دقوباتيقها هذا ما يقدر قاش يقولوا على الذين ناس من قام بهذا قام بيها الناس اللي كانت متجميرة عند كرافور مادريد لإجتقبالهم هؤلاء يقولون أنه هناك بلطجية زرعة تنجيهات لأنها تقوم بها هذا مسألة قديمة هذا معروف هذا مسألة قديمة بلطجية وثقافة الثورات وكل الوهلاف دم نحود فيها هذا ما هو خالق لكن في الوقاية لماذا بلطجية بالعكس الدرك بادر بقمع المتظاهرين وهم يتظاهرون بطريقة السلمية أبدا أبدا والتكسير حصل أبدا 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 لا الدرك هذه في الوقاية الدرك لا في الوقاية الدرك نبهوا الناس على أن هذا غير مقبول وقال وقال للناس بما أن المعلومات بدأت تورد للجهات الأمنية على أن هناك أرواقج هاموا معدلوا نوع من الشغب عند كرافور بمدريد بحجة استقبالهم قالوا لهم الخلطة خلوا عنكم دي طريق لا يتقبوا نحن مستعدين ليجيبوا لكم باصات وبركوا بلوعدين الرئيس الجمهورية إياك السلم الأهلي ما يمتس لا ينوصلكم معنا للرئيس الجمهورية واستقبلكم طيب هناك حادثة أخرى مسيرة الحقوق حقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نظمتها مجموعة من الشخصيات والمنظمات لماذا أحجمتم في الحزاب الموالات ما شاء الله عدد كبير من الحزاب عن أي مستوى من المشاركة فيها رغم أن هذه تطرح قضية يفترض أنكم موافقين على أنه فيه معانات كبيرة عاناها الإحراطين معانات العبودية لا سواء من مجالة من مارساتها لا يجاوبك على هذا الموضوع نحن متأكدين تماما على أن هناك الغبن بعض الغبن اللي يمس شرائح ولا إلا الإحراطين وحده يمس ياسر من الشرائح وبالتالي إحنا أي شريحة ماسة غبن أو يا الله ترقى أو يا الله ترقى أو يا الله ترقى مستوى المعيشية أو التعليمي أو الصحة أو أي شيء هذا إحنا مؤمنين به وفي أدبياتنا وكدولة مسؤولين عنه كنظام مسؤول عن الحكم هذا مسؤولي جتو ما هو محتاج لقول الجماعة أخذوا طالبوني بهذا بإذن مسؤولي جتو نحترم للآخر السلطة الحالية يعني هذه الملفات لم تقدم فيها شيء موضوع المبعدين هؤلاء عادوا في زمن الرئيس سيدي محمد وليل الشيخ عبدالله ما الذي قدم الحكم الحالي موضوع العابودية قانون التجريم حصل في زمن الرئيس بدأوا في عهد سيدي بدأوا بدأت عودة اللاجئين في عهد سيدي يقارك تملت في عهد نحن والخدمات اللي قدمت لهم هما يعرفوها سيدنا العهدين كنت في عهد سيدي وكنت أيضا في عهد ذاك ما اللي نرجع لك عليه برواية أنا كنت في العهدين يقال لا يقول لك رواية نبقي نقولها مهمة عندي شف تغيير المواقف السياسية هذا ينقال أعلن ما يجد ينتج معه عن عاملي عامل المراجعة الفكرية السياسية أو عامل الانتهازية يقال كل هم اللي عنده دليل أعطاهه عليه السياسية يقول لك أعلن المراجعة الفكرية السياسية أعلن ملاها تغير موقف ويأتي بالتدريج وعلن الانتهازية ملاها موقف يجيب سرعة دراماتيكية ما حدث لنا مع سيدي كانت مراجعة سياسية لأنها استمرت لأنها استمرت أكثر من خمسة أشهر بدءا بالحكومة اللي أرفضنا واللي طرحنا حجب الثقة بدءا من عدم ريطانا عن الحزب بدءا من كده مراجعة الفكرية لا لا ليس التحضير للقلاب لأن البدلية ما يحضر للقلاب لأسكرين تلاوي عدلوا القلاب ما يساولوا رقاش عدلوا لأنه بالقوة ما هو بالسياسة سيدنا الحقيقة لدينا عدد من الأسئلة التي وردتنا عن طريق متابئي البرنامج نريد أن نأخذ ما يسمح الوقت بأخذه منها السؤال الأول عبد محمد النوح أقول شكرا لكم على إضافكم الكريم أسأله لماذا تم تمديد استقبال ملفات الترشح ثم لماذا يتم توقيع ملفات المترشحين من قبل مستشاري الأغلبية لوحظ أن أغلب من سيشاركون في السباط ما شاء الله يعني فيه كرم كبير لا لا تمنحونهم ما هي مسألة كرم رغم أن بعضهم عارض تمنحونه هذا لا لا ينرجع كل القانون نحن كامل لا يتكلمون فيها لا بالقانون لا ينحي لها كل القانون بالنسبة للنيابيات والبلديات لا يجد حد يترشح ما هو من الحزب بينما بالنسبة للرئاسيات ترشح مستقل مقبول لذلك إلينا ما تعود الأحزاب السياسية تعطي توقيعات المرشحين المستقلين لا يتبقى لا مقتصرة بينما تفتحت باب ترشح المستقل بالنسبة للرئاسيات من هذا المطلق فعلا نحن لا نخصر أي شيء بالعكس نتمنى من الشميع أي إنسان شايف ذاته الكفاءة وشايف على أنه يخوض انتخابات نحن مستعدين له عندنا عدد كبير من المستشارين فعلا نعاونه لأننا حزب عندنا مستشارين بينما هو ما عنده مستشارين السيد بيرامو العبيد ما عنده مستشار لأنه ما عنده حزب سياسي السيد البحبين ما عنده حزب سياسي السيد دلالة ما عنده حزب سياسي هؤلاء كلهم هؤلاء كلهم وفرتمهم مستشارين كلهم لا نسأل يعني لفايدة الرأي العام لا 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 نحن ما منعنا مستشارين لا ليس توفرنا لهم نحن ما منعنا مستشارين على أنهم يوقعوا لرقاش شافوا ما فيه الأهلية لأنه لا يضايقون عادة مستشارين الأحزاب الحاكمة ومنها حزبكم يعني دائرة اجتهاد لديهم ليست واسعة عندما يوقعون عادة ما لهم أنكم عطيتمهم ما نعرف أنا لا نعتبر عادة مستشارين الناس الأخرى مستشار البلدية كامل حالة واحدة يعني يعني لأنهم على أنهم كاملين يقدوا يعني تعتقدون ربما اجتهدوا نحن ما اجتهدوا نحن قلنا لهم على أنهم البناء يبقى يوقع على رقاش وزكير وقالوا ما جاءت أوامر حزبية تند اكتوشني أقول شكرا لكم لضافكم الكريم سؤالي لأستاذ الحسين هل تعتقد أنه في ظل مقاطعة أحزاب وازنة من الأحزاب المشكلة المتداوح في التحالف يمكن الحديث عن انتخابات المصداقية على الأقل من الناحية السياسية هل يمكن أن تصور انتخابات من الفهم الدمقراطي الحديث يعلم ومنظمها قبل غيرهم أنها محسومة النتائج سلفا وأيضا في ظل هذا كل هل تعتقد أنه سلطة لا تريد تخوض الانتخابات بشكله الحالي وإنما ستؤجل شفت هذا خالق روايا قال لها محسومة سلفا يالتي الموريتان اللي يتم يتكايس معها شوي خالق شي يعني تعتقدون أنه يمكن لا يرجح الرئيس محمد العزيز في الانتخابات لا لا محسومة سلفا معنا أنك عرفت على أنك هذا أنا أسألكم هل يمكن أن يكون رئيس موريتان في 23 يونيو أنا متأكد تماما ما نقد شي ما هو تنصب صنادق الاقتراع وذا هو اليالتي أنا نعرف ويعرف أي رقاش على أن النتيجة سابقه ما فات تنصب صنادق الاقتراع ما يعقل الرقاش على أن يقوله يلي تعد روايا محسومة ذا عبذي إذن القضية غير محسومة ذي كلمات السياسية والانتخابية اللي كانت موجودة بدأت تتقلص واذا الناس كاملة عرفته وظهرت في الانتخابات الماضية على القضية مات لها كيف كانت هذو ناس مترشحين الناخب الناخب التأثير عليه مات لكيف كان كله لا يخرص هو حسب قناعته حسب رؤيته حسب ثيقة من الأشخاص حسب توقعه من هذو الأشخاص وينتخب مسئلة عادية سواء شاركوا هذا سواء كان عدل من رشحين عشرين أو كانوا اثنين ماذا عادي محمد أمين السيد مولود سؤالي لسعادة النايب كيف يدافع نواب المتخبون عن انقلاب عسكري خاصة من منهم كان من أقرب الناس إلى الرئيس المطاحب بمعنى ما هي المعايير التي يغير عليه السياسي الموريتاني ونآته إلى النقيض وفي سرعة البرط وما هو يشعره شخصيا عندما يسمع عزيز يقول إن ما قام به لم يكن عمل شرعيا وإنما انقلاب أولا لا ينقول المقربين أنا من المقربين من السيد لا علاقة لي نهائيا تجمعني بسيدي سوى التعرام وتقدير أبدا لا كنتم كنتم في النظر لكم كنتم من المقربين أبدا لم ألتقي بالسيد سيدي والشيخ عبدالله ويصنت لضرح ويصنتوا لي أرواد لش ليعرفوا لم ألتقي به في حياتي ما هو مرتين ولا قطة أنه الزايد على السلام لا أعرف رجل ولا تربطه تلتقون بمن يلتقي به كنت كنت علاقة مقرب أنا لم أكن يوما مقرب من السيدي أحترمه ويقدره دعمته في الرئاسيات يجمعوني معه الكثير من العلاقات أحترمني مقرب له جوهري كيف وبالتالي طبيري مرتاح نختار الملال أنتو خيفتوا من 2006 نائبا عن الشعب في انتخابات ديمقاطية نعم كيف تتحولون مع كتل مجموعة أخرى نعم حتى حينها في بعض الأدبيات المعارضة بالكتيبة البرلمانية كيف ترضون لأنفسكم أنه أنتم نواب ومنتخابين وتدافعون عن انقلاب عسكري لا نقول هنا ونختاروا عد الوقت ما زال يسمح به احنا اجبرنا مشاكل مع السيد الرئيس سيدي والشيخ عبدالله بتقريبا خمسة شهر سابق لانقلاب ومجرد سيدي مجرد استلام والدفع سابق القلاب خلقوا سموه القلاب لا احنا سموه القلاب الرئيس الحالي لا سموه القلاب لا لا على فكرة حتى نعم حتى نحن هذه الساعة لا يخسر فيها حتى نحن هذه الساعة ما قلنا على أنه تغيير دستوري قلنا أنه تغيير غير دستوري والتغيير الغير دستوري في ذا كامل فيه الانقلاب وفيه أي تغيير ما هو ما هو بالصلاة تقريب الاقتراع هذه الساعة سيدي سيد سيدي يعني البقية لدينا دقيقة نعم ولدي سؤال الحقيقة وريد أن يكون السؤال الأخير تتفضل في حالتين الآن في المشهد الحالي في حالة الآن عودة لبعض الاعتقالات الذين الآن معتقلين لا يعرف أهلهم أينهم معتقلون بعض المعادين العايدين في المسيرة رئيس المنظمة الشبابية لحزب تواصل ظاهرة أخرى ظاهرة المبادرات الدعم الكثيرة التي الآن تعم في الساحة أريد تعليق منكم في كلمتين على عودة الاعتقالات خارج إطار القانون وازدهار ظاهرة المبادرات ومبادرات الدعم لا أحد يشكك أبدا يجب دي شكك في مستوى الحريات ومريتا لا أحد يعني في لا أحد عندما تكون هناك اعتقالات خالق روية خالق روية لا بد من يعرف خالق الناس خالق روية لا بد من تعرفها الناس تعرف على أن الدولة لا بد لها من تزاوج بين الأدوات الأمنية التي تستخدم الدولة عن طريق مؤسساتها من أجل ردع ناس يجدوا شكله خطر وقدّوا شكله خطر على السكينة وبين المعالجات السياسية الذي يدخل في هذا للنسبة للمبادرة نسبة للمبادرات هذا حق شخصي لكل مجموعة هذا لا يدخل ه يطال في نطاق الحريات لماذا تقول بعد النبودة يتعرض المبادرة السجن في نطاق الحريات والمبادرات لا اسجن لا يقول لا يقول نشك الحرية حق وواجب إذن وصلت حلقتنا الليلة من برنامج في الصميم إلى نهايتها باسمكم مشاهدنا الكرام نشكر نائب الحسين والأحمد الهادي على مشاركتهم عن الليلة في هذه الحلقة كما نشكر الطاقم الذي أشرف على إنجازها وشكرا لكم مشاهدنا الكرام وإلى حلقة قادمة من برنامج في الصميم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة